الاتحاد بعلاقاته من دون حزب كل ما ما كانت تنطي فلوس وين حسين السايد؟ حاربوغا سيبتشون عليه مهم الحاربو ووزير الشباب طلع عليه ووزير الشباب يعني هست يبتشون عليك؟ من يبتش عليه؟ إنه يعني الحملين بكرة القدم؟ لا المفارقة إنه أنا اعتزلت بكتها الرئيس الاتحاد وافق كان خليه اعتزل رغم أن الملاء عبدالخالق ما وافق لكن كانت هناك حملة عليين وطلع يونس الأسباب شنو ما أحد يعرفه؟ لا يونس يمسوا عصابة بالمنتخب يونس يمسوا هذا يعني ما أفتهماني لاعبين يروحون يجون إلا يريدون يونس يطلع حتى ما تكون بالمنتخب يعني عصابات يعني ما تعرف عليهم مع العلماني كل من يجي للمنتخب يقول لي مع الأسف الناس تحكى عليك يجي مع الأسف اعتزلت رجع كابتن حكيم جستلم قال له مريد يونس قال له لا يونس ما يجي يونس هو يسوي مشاكل بالمنتخب هو نفس جمع بعض الأعضاء الاتحاد يعني حسب اللي وصلني يعني واحد ما يحطه بخطأ وبعض الإعلامين بعض الإعلامين يعني كانوا يرجون لهذا الشي رجعت ولعبت الكابتن حكيم وسجلت له وهدفت له وكل الإنجازات يعني اللي صارت بفترة كابتن حكيم يعني اللي سوينا كان اللي بصمة بها وهم كانوا يحاربونني أني أبو أطل هسا المفارقة إنه الناس قامت ترغب يونس محمود إنه بطولة راح أكاس الخليج ما جابه النتاج ما كل مهاجم الناس تريده يعني بالنسبة لي الجمهور ما عندي أي مانعة اليوم الجمهور أعرف الجمهور يحب اللي ينطيك بالملعب انطيني ينطيك يعني قدم لي بالمباريات أنا شي لك ورفعك ما تقدم المباريات طبعاً هاتش عليك مهما يكون هي عاطفة لكن بعض الناس أخصاء عندهم عندهم هذا الموضوع أخصاء ما شفتك حزنت لأنه إحنا أخرجنا من الخليج 22 نعم بالعكس بالعكس ضجت كثير لأن أنا أعرف شي ومكن دكتور أنت وغيرك يعني يعرفون غير شي أنا كنت أتمنى يجيبون نتائج يعني تتدعي بنا الله على مدلاء يخرج حكيم شافر لأن حكيم يعني عرفت يعني أنه كاس الخليج هي محرقة محرقة تحرق مدربين تحرق لاعبين فيما تبقى من الوقت علينا أن نلعب بالوقت المستقطع أمامنا زمن خصير جداً خليك تجاوب على أسئلة سريعة يونس محمود منو تتمنى الآن أن يشوفك؟ والدي وحس اللي بداخلي والدك أولاً الناس تسأل من هو موفق؟ هو اللي سوى يونس محمود هو اللي وصل هو منهم؟ موفق هو منهم موفق؟ كل شي بالنسبة إلي ما هو العرفة يعني؟ ها موفق هو إنسان من منطغتي إنسان أعتقد قوميته تركماني لكن هو إنسان يعني ما يوم ما حسس واحد إن قوميته تركماني وهذا إنسان طيب يحب يخدم يخدم البشر وليس يونس محمود فقط هواي ناس ده يخدمها مدرس خرج تربية رياضية والحد الآن هو السفاتح مدرسة يدرب أطفال ولد المنطقة ويحاول يعني يصاعد منهم لاعبين للمنتخبات العراقية حب يخدم من عائلة طيبة واحتضني هو اللي تسعين بالمئة أسس يونس محمود ووصله للقمة هل هناك أحد يسعى إلى تقبيل قدمك؟ أصارت مفارقة عندنا كنت في بغداد وأعتقد قوات السوات من القوات الموجودة كنا بالسيارة آني وولد اسمه علي جليل صديقنا بالمحطة وحسن فاروخ أصدقائي وشلت بنا قال إلا تنزل أبو اسقندرتك مو أبو اسقندرتي يعني فتشي لا بس قد يعني ما يحبوني محبة إلي يقول على هالرجل اللي دائما تفرح الشعب العراقي بمقصد كلام يعني هل أنت يسرى أو أي مثلا؟ يمنى ويسرى يمنى ويسرى بس الأكثر يمنى يعني قل لي أجمل هدف سجلته في مباراة كثير الأهداف لكن يبقى كاس آسه هو الأثمن والأغلى أنا أعتقد خفف كثير من الحرب الطائفة يا برعراق هاي اللقطة اللي راح تطلع يشوف هالناس أنت شم تتقول؟ يعني بس لتعرف شم تصرخ شم تتقول؟ يعني الشعور لا يوصف شين يقلت بالضبط؟ شين يصرخ؟ يا الله يا الله يعني لا إرادية يعني كانت لا إرادية المشكلة دكتور الناس ما تعرف إنه إحنا نلعب نلعب للمنتخب مدى نلعب كرة قدم يعني مو مثل منتخب قطر منتخب السعودية أجي ألعب وأخذ فلوس وأروح لا إحنا عدنا قضية يعني المنتخب فهتش يعني لازم تحس بس أنت تحارب إنت إذا أعتبر إن الدنيا طوبة أي لعبت بيك طوبة لو أنت لعبت بيها وشون شوفها؟ لعبت بيها ولعبت بيها هسا ملعوب بك طوبة لو أنت لعب؟ لا هسا خاصة بفترة أخيرة لا هي اللعبت بيها طوبة هي لعبت بيك طوبة يووو شكت مكسور الخاطر أنت؟ كثير دكتور يعني مثلا أنت عايف أهلك وعايف ناسك وتنطي التذاكر من جيبك تجي على قولة الأمبية مالتنا أنا بقطر قاعد والمعسكر في جورجية يحزون من بغداد للفريق وأنا غير من قطر أطلع إلى جورجية أروح إلى جورجية أدفع تذكرة 2500 دولار أروح لهم يقولوا لي لا ما ننطيك لازم تجي لبغداد وأحنا تأخذ التذكرة مالتنا من بغداد السابر يعني العقول لين وصلت؟ المهم لعبت هواء يعني يعني هواء يسوي تقدم أحس نفسي معك هواء يتعبت للمنتخب وهواء يضحيت للمنتخب وهواء ينطيت من حياتي للمنتخب وشبابي من يجي واحد يتعليك كلمة مصحيحة ويحب يشوه صورتك قدام العالم تأذيني أي شيء هذا فصل من حياته الحافلة بعد أن أتم العقد الثالث من عمره بجدارة شرب نخب الفوز من كؤوس كثيرة لكنه رغم كل ما نال يردد قول من قال وذاك زمان لعبنا به وهذا زمان بنا يلعبوا يونس محمود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة